مماعي الأخير مع فخامة الرئيس اتفقنا نرجع نلتق اليوم لكن مع الأسف مبارح أرسلي تشكيلة كاملة من عنده فيها توزيع للحقائب على الطواقف والأحزاب مع رسالة بيقول لي فيها إنه من المستحسن عبيها فخامة تتضمن الورقة تلت معطل لفريقه السياسي بـ 18 وزير بـ 20 بـ 22 طلب مني فخامته اقترح أسماء للحقائب حسب التوزيع الطائفية والحزبية يلي هو محضرها بكل شفافي رح أقولكم يلي قلت له إياه اليوم أولا هادي غير مقبولة لأنه الرئيس المكلف مش شغلته يعبي وراء من حدا ولا شغلة رئيس الجمهورية شكل حكومي على هالأساس بلغت فخامته بكل احترام إني بعتبر رسالته كأنها ما كانت ورجعت له إياها إذن ذهب الأمل الذي لم يكن موجودا لكنه كان معلقا على أن يتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة اللبنانية يوم أمس الأثنين بكلمة كانت تضغى عليها لهجة غاضبة من قبل رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري تعتبر الحكومة اللبنانية أزمة الأزمة فالأزمة اللبنانية تكمن في انهيار الاقتصاد والتخوف الأمني خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت وأزمة الأزمة تكمن في غياب الحكومة التي لم تشكل بعد ثمانية عشر لقاء بين الرئيس الجمهورية ميشيل عون والرئيس المكلف سعد الحريري بسبب خلافات لا تنتهي آخر التطورات التي كانت بهذا الشأن وكانت موضع خلاف كان ما نشره المكتب الإعلامي لسعد الحريري عن صور لوثائق مرسلة من الرئيس الجمهورية إلى الحريري مذيلة بجملة احتراما لعقول اللبنانيين ننشر هذه الأوراق هذه صور لنماذج مرسل من الرئيس عون إلى الرئيس الحريري يخاطبه فيه كرئيس الحكومة السابق وكتب له بخط اليد نموذج يسهل النظر في تشكيل الحكومة من المستحسن تعبئته وبعدها يظهر فيه تقسيم الحقائب الوزرية حسب المذهب لتثير بطبيعة الحال هذه الرسالة سخرية واسعة عبر سوشيال ميديا مكتب رئيس الجمهورية المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية رد على الوثيقة التي نشرها الرئيس المكلف سعد الحريري بأنها تعود إلى فترة تبادل الصيغ الحكومية أواخر العام الماضي عام 2020 أما على صعيد الرئيس العام فشهدت بطبيعة الحال منصات التواصل الاجتماعي حربا شرسة بين مؤيدي الحريري بوجه مؤيدي عون فمؤيدو هذا دشنوا هاشتاك الحريري كشف كذبهم ومؤيدو ذاك دشنوا هاشتاك سعد لا يقول الحقيقة لتصبح أسماؤهم الأكثر تداولا على السوشيال ميديا ولأنه فخامت الرئيس قال بخطابه الأخير أني ما قدمت له إلا خطوط عريضة رح وزع عليكم التشكيل الكاملة بالأسماء والحقائب يلي قدمت له إياها هون ببعبده بتسعة كانون الأول عشرين عشرين يعني من أكثر من مئة يوم وبترك الحكم عليها للرأي العام وشكرا لنكون عادلين سنتناول عينة من الرأيين وسنبدأ بمن دعم الرئيس ميشيل عون ومنهم كريستا التي كتبت على موقع تويتر لما الورق يطلع قديم معناته المغالطة من عندك وإذا المغالطة من عندك لا نستطيع أن نثق بك وإذا لا نستطيع أن نثق بك لا نحتاجك في الحكومة مع هاشتاك سعد الحريري تعليين كتبت في حكومة سعد الحريري من المتخصصين تدمج حقيبة الزراعة والشؤون الخارجية وين التخصص بالموضوع مع هاشتاك سعد الحريري مؤيدون رئيس المكلف سعد الحريري بداية غنى كتبت الحريري كشف كذبهم كذبكم أو يكشف مفروض بس بدكن تعرضوا لوائحة عرضوها بالتفصيل وبلد ضحك واستخفاف بعقول اللبنانيين نختم لتويت مع أحمد على حسبة الورق رئيس الجمهورية اليوم عايش بالأوهام وبيحلم وبيعتقد البلد بعده بيمشي بنفس المنطق بتشكيل الحكومة وبعده بيعتقد الناس مش شايفة الكذب والنفاق اللي بمارسوا وفريقوا بحق اللبنانيين لا نحكي أكثر عن هالموضوع بينضم لقلنا من بيروت الأكاديمي والناشط المدني باسل صالح باسل أهلا وسهلا فيك معنا بمنصات عبرسكانيوز عربية شو اللي عم بيصير بلبنان ما نتابعه على مواقع التواصل الاجتماعي أصبح أشبه بحرب فعلا بين مؤيديعون والحريري ماذا حصل بالأمس؟ يعني اللي حصل بالأمس صار معروف وضح بالتقرير أنه رئيس الحكومة بعد 18 جلسة أو بعد 18 لقاء مع رئيس الجمهورية يعني خالي الوفاة لم يتم تشكيل الحكومة وشفنا المعركة على اللوائح يعني رئيس الجمهورية يتخطى الصلاحيات وفق الدستور مع أنه بيستند لمادة بالدستور لكن هذا التفسير لهذه المادة بالدستور لا يصب في صالح رئيس الجمهورية بالعكس لأنه في صلاحيات رئيس الحكومة وإذا بدك معي النص الدستوري للمواد بتظهر أنه من يشكل الحكومة بالتوافق مع الكتل النيابية أو بالاستشارات مع الكتل النيابية هو رئيس الحكومة ومن يوقع على مرسوم الحكومة هو رئيس الحكومة بالتوافق مع رئيس الجمهورية وبالتالي هون لب المشكلة المشكلة الفعلية أنه هناك من يحاول تخطي الأعراف والدستير بحجة استعادة صلاحيات علما أنه في بعد 15 أو 16 سنة حرب تم وضع اتفاق الطائف وهذا الاتفاق بمعزل عن رأينا فيه هو الدستور الذي يحكم اللبنانيين الآن أما على مستوى آخر لا شك أنه حتى الحريري يتحمل مسؤولية في هذا الأمر لأنه بعد 18 لقاء من استباحة صلاحيات رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الحكومة من قبل رئيس الجمهورية كان من المفترض أن ينشر الرئيس الحريري الصيغة التي اقترحها منذ اللقاء الأول وبالتالي التأخير في هذا الأمر أدخل هذا السجال ومثل ما شفنا أنه صارت مسألة أنه هذه هذا واضح لكن حتى نشر الوثائق بين رئاسة الجمهورية والرئيس المكلف سعد الحريري ترخي بذلالها على السوشيال ميديا وعلى مؤيدي الطرفين لكن السؤال يبقى حتى لو سعد الحريري نشر الصورة الأولى لن تغير في الوضي قضية البلد لا يحتمل أن لا تشكل حكومة بعد 18 لقاء طبعا أكيد نحن نحن نحكي عن الشئ الأول الشئ التقني أما الشئ الآخر وهو للأسف أنه عشرات آلاف المواطنين تحزبوا لطرف من الأطراف علما أنه كلهم عم بيعانوا من الأزمة اللي مسؤول عنها هؤلاء يعني جزء من المسؤولين عنها هن الطرفين طرف رئيس الحكومة المكلف لهو سعد الحريري وطرف رئيس الجمهورية والحزب اللي بينتمي إلوه حتما طرف الذي يقف خلف هذين الطرفين وهو حزب الله وبقية الأطراف وبالتالي المؤسف أو المضحك المبكي أنه على الرغم من أنه مسألة صلاحيات لكن السؤال الآن هو على الدولة نفسها السؤال الآن هو على الأزمات التي يعيشها هؤلاء المواطنين اللي كانوا عم بيغردوا ويصفقوا لرئيس الحكومة أو لرئيس مجلس المزرع أو عفوا لرئيس الجمهورية بالتالي أنا كمواطن أنا ما هم إذا بدون يختلفوا ببعض أو إذا كان هناك هذا التراشق والذي يعني أنه للأسف هذا الإسفاف فينا نعتبر أنه أصلا السؤال هل يمكن أن تقوم حكومة بهذا الجو وواضح أنه المسألة أصعب من محاولة تشكيل حكومة لأنه نحن نتكلم الآن عن بقاء الدولة نفسها نحن نتكلم عن الصيغة أو عن النظام السياسي هل يبقى كما هو أم يتغير ويبدو أنه الصراع وشد لحبيل في هذه المسألة ومحاولة اكتساب الثلث الضامن في الحكومة لأنه معتبرين ويبدو أنه هذه القوى السياسية تعرف جيدا أنه هذه الحكومة هي اللي بدها غير أنها تتعايش مع الأيام المتبقية من رئاسة ميشيل عون إلا أنه يعني يبدو أنه يعرفون جيدا أنه ما فيه انتخابات نيابية وبالتالي ما فيه انتخابات حتى رئاسية وستكون هذه الحكومة أو ستعمر سنوات يمكن من الحكم وبالتالي كان بدهم إمكانية تعطيلة أو إمكانية حتى فرطة واضح بينما تختلف التسميات ثلث ضامن ثلث معطل حسب تركيبة الحكومة تختلف التسميات في لبنان علما أنه حسب الدستور اللبناني لا شيء يعني الثلث المعطل ليس مكرسا بالدستور أو ينص عليه الدستور لكن السؤال أمام كل المعطيات التي طرحتها البلد إلى أين يتجه المواطن اللبناني إلى أين يتجه على وقع الأسمات الاقتصادية والتخوف أيضا من أي عمل أمني المواطن في مهب الريح وهو انتجه إلى مكان إما نزولا في السلم الاجتماعي لأنه لا تحت خط الفقر أو التوجه إلى خارج لبنان للأسف هذه الخيارات الموجودة الآن أمام المواطنين اللبنانيين بيبقى خيارين آخرين يعني اللي هنه هذا اللي شفناه خلال اليومين الماضيين بالتراشق على المستوى السوشيال ميديا أو الموجودين في الشارع هذه الخيارات المتاحة الآن أما البلد إلى أين البلد إلى الهاوية للأسف نحن دخلنا في مرحلة الانهيار نحن عم نتكلم اليوم عن دولار اليوم يعني مبارح وصل للأربع عشر ألف وشوي اليوم عم نتكلم عن تلات عشر ألف نزل شوي بس يبدو أنه والأمور يعني ذاهبة بهذا الاتجاه ليس ليس على سبيل الاحتمال أنه لا في تحتيم إلى أنه الأمور ذاهبة باتجاه الأسوأ لأنه كل المعطيات وكل الأدلة الموجودة الآن أمام الناس هي أنه الطاقم الحاكم بأكمله لا يتحمل مسؤولياته وهو يستخف بحياة المواطنين ويستخف بمستقبلهم وبلقمة عيشهم وبالتالي البلد ذاهب باتجاه إمعان أكثر في مسألة الانهيار وصولا إلى لا ندري إلى أين هل نحن أمام ما هول به أمين عام حزب الله من فترة اللي هي حرب أهلية وهذا كلام مستهجم طبعا إلا أنه ما في إمكانية إلا أنه تغيير هذا النظام وتغيير هذه الطبقة الحاكمة لا بل سوقها إلى العدالة شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا من بيروت الأكاديمي والناشط المدني باسن صالح شكرا لك